قلنا لكم مبارح أنه كان فيه مشكلة بين وليد سليمان وياسر إبراهيم في مران الأهلي أمس خناعة مشد يعني خلينا نهدي الموضوع بس غرامات النادي الأهلي النهاردة بتأكد أنها كانت خناعة مش مشدة بسيطة لا كانت خناعة نهاردة النادي الأهلي قال لنا في رقم 10 أنه قرر توقيع غرامة 100 ألف جنيه على ياسر إبراهيم و50 ألف جنيه على وليد سليمان دي بعد الخناعة اللي حصلت بينهم الاثنين في مران الفريق طيب ليه ياسر 100 وليه وليد 50 رغم أنه العقوبة النفس السبب ده بسبب أن ياسر إبراهيم بعد الخناعة سبت تمرين ومشي وليد كمل التمرين يعني وليد حصلت الخناعة ودي خبرات بقى اللاعب يعني وليد كمل التمرين رغم أنه أخطأ طبعا في الخناعة مع ياسر إبراهيم وبالتالي النادي الأهلي عجبه بس كمل التمرين ياسر ياسر راح مشي وساب التمرين مشي وساب التمرين فخد العقوبة مضاعفة ده بحسب مصدر من النادي الأهلي لرقم 10 طيب ترجمة نانسي قنقر